بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن ولا أولا نبارك للأخوة بعودة هذه الجناسي نبارك للجميع أنا أعتقد يعني هذا وسمعنا كثير من التصريحات بالنسبة للشكر الحكومة على هذا الموقف أنا أعتقد أن بالعكس هذا إقرار من الحكومة أن فعلا عودة الجناسي أنه كان خطأ أن سحب الجناسي عفوين كان خطأ والآن هذا إقرار أنها فعلا أنها كانت الحكومة مخطئ والآن عشان الاستجواب قضية صار لها سنتين أو أكثر يعني هذه الورقة لمتا يفترض أن تنتهي منها وبعدين عودة الجناسي يفترض على الجميع يفترض الكل ترجع لجنسية جنسية اللي سهبت وأنا أعتقد ومتأح أن هذا إقرار من الحكومة أنها فعلا كانت الإجراءات اللي كانت تسويها خطأ وللآن ما تم الإرجاع بالكامل كل الاستجواب نسمع عودة الجناسي كأن ورقة ابتزاز تقوم فيها الحكومة أو تساوم النواب كأن تساوم النواب بهذه القضية وهذا أعتقد أنه إقرار إنه ما تم من سحب إنه خطأ وإنه مسألة إنه والله سحب فتيل العزمة أو عفو تفكيك لاستجوابات بهذه الطريقة أعتقد ورأي الشخص إنها غير مقبولة وشفناها بعدة استجوابات وكان أحدهم أنا كان استجواب اللي قدمت للرئيس اسمه الرئيس ممو منها الجناسي وصار له تقريبا أربع شهور خمس شهور واحد خمسة كان تقديم الاستجواب وكان موضوع الجناسي وعدة قضايا حتى القضايا اليوم ما تم عمل فيها أي شي فأنا أقول اليوم يفترض في النواب أنه ما يمر مرور الكرام أنه والله ردينا الجناسي يفترض أن الجناسي ترجع كلها هذا الصح هذا الصح أنها ترجع الجناسي كلها واضح أن الحكومة أقرت بخطائها وهذه مومنا وهذه بالزمان يفترض فأنا أعتقد أيضا يفترض أنه فعلا كان بحسب القانون أعتقد واحد وثمانين أنه كان يعني أن الجنسية من أعمال السيادة بالمرسوم بقانون رقم عشر سنة واحد وثمانين التعديلات التي تم بإنشاء الدائرة الإدارية حيث أخرج اختصاصات القرارات الصادرة من وسائلة الجنسية من قرارات إدارية بعض القرارات التي أخرجها مثل بدليل أنه تم تعديل وخرجت من أعمال السيادة مثل الجرائد والصحف ليش إحنا شفنا أول كانت الجرائد والصحف قليلة فكانت من ضمن أعمال السيادة اليوم أخرجوها أكثرة الجرائد فيفترض أن الجنسية تخرج من أعمال السيادية ويتم تعديل قانون 81 20 على سنة 81 أنا أقول أعتقد أن هذه القضية يجب الانتهام منها وأن ما قامت فيه الحكومة صح إرجاع الحق لأصحابه ويفترض أن القضية هذه تنتهي وأن تعاد الجناس للكل للكل مدام أنت أقريت ونفس الإجراء التي سحبت منها سحبت منهم أنا أعتقد يفترض أنها ترجع وهذا يفترض أن ينتبهون لها النواب ليس صحي الذي قاعد والله أنه تم الانتهاء من قضية الجناس أنا أعتقد أن قضية الجناس إلى الآن قائمة إلى الآن قائمة لأن ما تم إرجاع الجناس للجميع وأنا أؤكد أن قضية الجناس قائمة وراح كل استجواب قادم راح تصير عملية ابتزاز ومسامة للنواب وأعتقد أن النواب يعني أنا أعتب على النواب اللي يدورون العذور أنه والله تمحل هذه القضية القضية قائمة قضية ما تنحل إلا بيرجع الكل هذا اللي ينطال فيه أن ترجع الجنسية للجميع أنا ما دور لي مبرر أنه والله رجعت وخلاص وننهي ابتكتيك معين أو صفقات معينة يا أخوان الإنسان يكون واضح مع نفسه قبل لا يخاطب الناس ويكون صادق ومؤتمن ما يصير كل استجواب ما عندنا إلا هذه القضية وينكن من أول وعلى دفعات يعد يقدمها أنا أقول هذا أقرار واضح من قبل الحكومة أنه فعلا وأقرت بخطأها بسحب الجنسي هذا دليل أنها أقرت فأنا أتمنى أن هذا فعلا لما نقول طي هذه الصفحة هذا واجب على النواب ويفترض النواب ما نقبل إلا بعودة الجميع إلا بعودة الجناسي للجميع من غير استثناء أحنا نقول حق وإذا كان والله إرجعها موفقا للمادة اللي خذوها أنا أقول هذا أقرار هذا خطأ آخر جنسيته أولى أو ثانية وتعطيه خامسة أنا أعتقد خرأ وإلى الآن أمانتا ما أنا متأكدين إلى الآن الأمور مو واضحة بس أنا أقول إذا ترجع له عنده أولى وتعطيه خامسة ما سويت شيء لا ما افترض أن النواب الأمة تتنازل عن هذا الموضوع ولا ندور الأعذار أنه والله أنه ما أقدم أبي عذر أني عساس أني ما أقدم أو مو من ضمن الموقعين على عدم التعاون ما تدور الأعذار أنت نائب أنت موثل الأمة ما دور الأعذار ولا يفترض فيك كنائب تدور الأعذار أو أعمل الصفقات من أجل يا أني أتكلم واضح وصمم على الطلبات الموجودة وقل لا أبد من عودة الجناسي هذا الذي كان مفترض وأنا أتمنى أنه خلال الأيام القليلة أنه يتم إرجاع الجناسي للجميع أو لا ما سوينا شيء نعم نبارك للأخوان ومعاناتهم طول هالفترة بسحب جنسيتهم بس أنا أقول يفترض النواب أنه خلال اليومين هذه أنها ترجع جميع الجناسي عشان نقول والله طوينا صفحة الجناسي وأن المجلس فعلا كان متشدد بهذه القضية لأنها قضية مستحقة وقضية خذت راي عام وفي سنوات وبكل استجواب قاعد تطرح هذه القضية أما بالنسبة اليوم على اجتماع اللجنة الشكاو العرائض كان فيه عدة مواضيع بالنسبة للشركات اللي ما تسمى الشركات الوهمية أو الشركات اللي يسمونها شركات النصب العقاري اليوم سمعنا الشكوى من المواطنين كان الجهة الموجودة وهي وزارة التجارة القضية كبيرة القضية قضية راي عام مع الأسف فما كان فيه اهتمام لا من قبل التجارة وحنا حملنا وزارة التجارة هذه المسؤولية بالبداية وتشعب هذه القضية لأن اليوم يقولون لك احنا مو قضية بس وزارة التجارة دشت فيها البلدية والعدل والكهار جميع الوزارات دشت فيها انا اقول يفترض حل هذه القضية ناس انضرمت ناس تقدمت وشرت العقار داخل المعرض داخل المعرض المعرض تم ايقامتها بترخيص من قبل التجارة وزارة التجارة الناس لو ما شافوا ان القائم على هذه المعرض هي وزارة التجارة والمسؤول هو وزارة التجارة من قام بقص هذا الشريط كان الناس ما تشتري ولا اقدمت على الشراء بس مع الأسف واليوم القضية اعتقد من 2008 الى اليوم والضحايا والان في اساليب اخرى ان تعال نعمل معك تسوية ايضا مقابل مبلغ مالي كذا احنا اليوم طالبنا الاخوان بالتجارة اتخاذ اجراه صارم ضد اي شركة هذا اللي يفترض من الاول وحسب الارقام الموجودة الاعداد ما هي سهلة تواقيعا اليوم عندنا اكثر من ميتين ميتين اسرة على كلامه من الرقم وصل الى 11 الف وزارة التجارة الشكاوي المقدمة عندها 500 فاعتقد اليوم هذه مسئولية بلد مواطنين انظرموا طقوا جميع الابواب طرقوا جميع الابواب اليوم لجاءوا الى مجلس الامة ويفترض مجلس الامة ان يحل هذه المشكلة والان باذن الله ان حاول باللجنة ومع الاخوان نواب الامة ان نشوف حل سواء تشكيل اللي جاء تحقيق بهذا الموضوع لانها قضية يعني مع الاسف تمادت فيها الوزارة وعدم اتخاذ الوزارة الجراءات الصارمة كان الاعداد هذه ما صارت بالاعداد اللي الان اليوم شفناها بعض المواضع الاخرى مثل بعض القرارات الشاكي بعض الشكاو التي تقدمت انها على النقل وما النقل داخل الوزارة وان بعض الشاكيين يقول لك والله تم نقلي وانا مختص بجهة اخرى غير اختصاص اللي انا موجود طبعا في بعض الشكاوية ودائما لجنة الشكاوي العراض انحل هذه المشاكل دائما يعني بين الشاكي وبين الوزارة اغلب هذه المشاكل الحل بالود كان فيه سوفهم فاغلب المشاكل انها تنحل بالود ما بين الوزارة واللجنة وما بين الشاكي الشكاوي كثيرة احنا نتمنى ان ليش المسؤولين ما يفتحون الابواب ونسمع يسمعون من الناس بدون اللجوء الى الشكاوي العراض او بدون اللجوء للمحاكم انا اتمنى ان تحل هذه القضايا من اخوان باللجنة بالمجلس خاصة قضية العقاري انا اعتقد انها يجب ان تحل ويجب ان يساهم الجميع ومسؤولية الجميع شكرا اشتركوا في القناة